وعندما يسخر القضاء لخدمة السياسة يصبح مصير الناس متوقفاً على مزاج الطبقة الحاكمة ومصالحها فكيف إذا كان هذا القضاء في العراق في ظل الحكومات الفاسدة الخادمة لمصالح الأجنبي مجلة فورين بوليس الأمريكية تقدم تفاصيل محرجة بل مخزية للقضاء في العراق مشيرة إلى أن كبار القضاء يعيدون تفسير مواد القانون تلبية لرغبات السياسة وتركز الصحيفة في تقريرها على محاكمة الأجانب المتهمين بالانتماء إلى تنظيم الدولة حيث إن محاكم بغداد كانت تتنصل العام الماضي من التدخل بمحاكمات الأجانب الذين لم يتم اعتقالهم داخل العراق إلا أنها هذا العام ولأسباب سياسية قررت محاكمة فرنسيين متهمين بالانتماء لتنظيم الدولة رغم أنهم اعتقلوا في سوريا وميليشيا سوريا الديمقراطية هي التي سلمتهم لحكومة بغداد أكثر من ذلك أدخلتهم في صفقة مساومات مع فرنسا حيث طلبت منها مليوني دولار مقابل تخفيف الحكم من الإعدام إلى المؤبد إضافة إلى طلبها مليون دولار عن كل متهم فرنسي مقابل محاكمته في العراق وعدم إعادته إلى فرنسا محاكم بغداد تقوم بمحاكمة المتهمين بموجب قانون مكافحة الإرهاب سيء الصيت لعام 2005 الذي انتقد لكونه يتضمن مواد عريضة تحمل تفسيرات فطفاضة تشجع على الاعتداءات والتعذيب ليحصل المحقق على الاعتراف المطلوب حيث أن القضاة يحكمون بالإعدام على المتهم اعتمادا على اعتراف تزع منه تحت التعذيب وثبت عليه بجلسات محاكمة لا تتجاوز عشر دقائق والشواهد بالمئات إن لم تكن بالآلاف انتهاكات كثيرة سجلت في قضاء حكومات ما بعد الاحتلال سرعة المحاكمة وتجاهل الأدلة وقطعية الأحكام من غير قرينة أو دليل على التهمة إضافة إلى انتشار الرشاوة وعمليات الابتزاز لأهالي المعتقل ففي حكومة حيدر العبادي كشفت مصادر عن وجود واحد وثلاثين ملفا ضخما يتعلق بجرائم فساد مالي تصل إلى عشرات مليارات الدولارات وانتهاكات بمجالات حقوق الإنسان وجراهم تطهير على أسس طائفية وكلها مركونة على الرفوف الخلفية لأسباب سياسية بحتة إنه القضاء عندما يكون شاهد زور على الجريمة ومحرضا على اقترافها لكن ثمت قضاء عادل ينتظر العراقيون مجيئة مهما طالت مدة حكومات الاحتلال